مثال البانات التالية تمثل الكمية المطلوبة Y والسعر X لسلعة معينة البيانات في هذا المثال جاهزة للاستخدام في التقدير مباشرة والمطلوب رقم 1 تقدير معادلة انحدار الكمية المطلوبة Y على السعر X رقم 2 تقدير الكمية المطلوبة عند السعر 10 ريال 3 تقدير معادلة انحدار السعر X على الكمية المطلوبة Y 4 تقدير السعر عند الكمية المطلوبة 30 ريال رقم 5 إيجاد معامل الارتباط بين السعر X والكمية المطلوبة Y 6 حساب معامل التحديد وتفسير معناه أولا تقدير معادلة انحدار الكمية المطلوبة Y على السعر X بالخطوات الآتية تقدير كل من B1 و B0 كما يلي تقدير B1 بالمعادلة N في سميشن XY ناقص سميشن X في سميشن Y على N في سميشن X تربيع ناقص سميشن X الكل تربية أي 7 في 1993 ناقص 103 في 144 على 7 في 1531 ناقص 103 تربية وبإجراء العمليات الحسابية على هذه المعادلة نحصل على قيمة B1 تساوي سالب 1 و 68% لأن B1 تساوي سالب 1 و 68% تقدير B0 بالمعادلة سميشن Y على N ناقص B1 بسميشن X على N بالتعود في هذه المعادلة نجد أن B0 تساوي 144 على 7 ناقص سالب 1 و 68% في 103 على 7 نحصل على قيمة B0 تساوي 45.29 من 100 أي أن B0 تساوي 45.29 من 100 بالتعويض في معادلة الانحضار المقدرة وهي Y hat تساوي B0 زائد B1 X بقيمتي B0 و B1 نحصل على معادلة الانحضار المقدرة وهي Y hat يساوي 45.29 من 100 ناقص 1 و 68 من 100 X اتنين تقدير الكمية المطلوبة عند السعر 10 ريال بالتعويض في معادلة الانحضار المقدرة سابقا عن X تساوي 10 إذن Y hat تساوي 45.29 من 100 ناقص 1 و 68 من 100 في 10 نحصل على الكمية المطلوبة تساوي 28.49 من 100 أي أن الكمية المطلوبة عند السعر 10 تساوي 28.49 من 100 رقم 2 تقدير معادلة انحضار السعر X على الكمية المطلوبة Y بالخطوات الآتية تقدير كل من B1 و B0 كمالي B1 يساوي N في Submission XY ناقص Submission X في Submission Y على N في Submission Y تربيع ناقص Submission Y الكل تربيع أي 7 في 1993 ناقص 103 في 144 على 7 في 3012 ناقص 144 تربيع وبإجراء العمليات الحسابية على هذه المعادلة نحصل على قيمة B1 يساوي سالب 52 من 100 لأن B1 يساوي سالب 52 من 100 ومن الملاحظ أن B1 بسطها هو نفس بسط B1 في المعادلة السابقة أما المقام في المعادلة السابقة كانت على X أما هنا على مجميع Y تقدير B0 بالمعادلة تساوي Submission X على N ناقص B1 بSubmission Y على N بالتعويض في هذه المعادلة نحصل على B0 تساوي 103 على 7 ناقص 52 من 100 في 144 على 7 يساوي 25 و41 من 100 إذن B0 يساوي 25 و41 من 100 بالتعويض في معادلة الحضارة المقدرة وهي X تساوي B0 زائد B1 Y بالتعويض B قيمتي B0 وB1 نحصل على معادلة الحضارة المقدرة وهي X تساوي 25 و41 من 100 ناقص 52 من 100 Y رقم 4 رقم 4 تقدير السعر عند الكمية المطلوبة 30 و1 بالتعويض في معادلة الحضارة المقدرة عن Y تساوي 30 نحصل على X hat تساوي 25 و41 من 100 ناقص 52 من 100 في 30 يساوي 9 و81 من 100 ريال 5 حساب معامل ارتباط بيرسون بين سعر السلع X والكمية المطلوبة Y حيث أن معامل الارتباط المناسب لهذه البيانات هو معامل ارتباط بيرسون ويتم حسابه كما يلي معامل ارتباط بيرسون R يساوي N في Submission XY ناقص Submission X في Submission Y على الجزر التربيعي ل-N في Submission X تربيع ناقص Submission X لكل التربيع في الجزر التربيعي ل-N في Submission Y تربيع ناقص Submission Y لكل التربيع وبالتعود في هذه المعادلة نحصل على قيمة معامل ارتباط تساوي سالب 934 من ألف أي أن R تساوي سالب 934 من ألف كما يمكن تقدير معامل ارتباط بيرسون من خلال العلاقة بين معاملي الانحدار كمالي R تساوي الجزر التربيعي لB1 معامل انحدار Y على X B1 معامل انحدار X على Y هذه المعاملات تم الحصول عليها سابقا وبالتعويض نجد أن الجزر التربيعي لسالب 1.68% في سالب 52% نجد أن معامل الارتباط يساوي 934 من ألف نأخذ الناتج بالسالب لأن العلاقة بين الكمية المطلوبة والسعر علاقة عكسية وإذا أخذنا الناتج بالسالب نحصل على قيمة معامل الارتباط في هذه الحالة هو نفس معامل الارتباط التي حصلنا عليه بمعادلة معامل الارتباط بيرسون السابقة ومن الواضح أن إشارة معامل الارتباط سالبة وبالتالي لأن الارتباط بين الكمية المطلوبة Y وسعر السلعة ارتباط عكسي وقوي لأن R تساوي سالب 934 من ألف رقم 6 حساب معامل التحديد معامل التحديد R تربية يساوي مربع معامل الارتباط ويستخدم معامل التحديد لقياس كفاءة نموذج الانحضار المستخدم في تفسير نسبة التغير في المتغير Y بسبب التغير في المتغير X ومعامل التحديد تنحصر قيمته ما بين صفر وواحد فكلما كانت قيمته قريبة من الواحد الصحيح دل ذلك على كفاءة نموذج المستخدم والعكس إذا كانت قيمته قريبة من الصفر دل ذلك على عدم كفاءة نموذج الانحضار المستخدم أي أن R أكبر من أو تساوي صفر وأقل من أو تساوي واحد وبالتالي يمكن حساب معامل التحديد R تربيع اعتمادا على قيمة معامل الارتباط التي حصلنا علىها سابقا أي أن R تربيع تساوي سالب 934 من ألف تربية يساوي 87% تفسير معناه أي أن نموذج الانحضار المستخدم يفسر 87% من التغير في الكمية المطلوبة بسبب التغير في السعر والباقي 13% عوامل أخرى غير السعر ترجمة نانسي قنقر